اشتركوا في القناة من العربي اصبح امام المثقفون او اصبحوا امام ازمة ازمة كبيرة ازمة هوية فادرك كثير من المثقفين ضرورة التعلم من الغرب لان الغرب متفوق علينا يجب ان نتكيف مع النظام العالمي الجديد ولو في حدود معينة ولكن بنفس الوقت يجب ان يكون انه سند تاريخي سند خاص بنا سند بالتراث اذا ادى الوعي بهذه المنعضلة الى مناقشات جدا كبيرة في العالم العربي والاسلامي ادى الى خلافات في الرأي يستطيع ان نميز اربع من هذه الاتجاهات الرئيسية اللي ظهرت اولهم اصحاب النزعة التراثية ممكن نسميهم اصحاب النزعة التقليدية هؤلاء الذين يسعون كل ما في وسعهم الى الحفاظ على ما موجود او ما كان موجود في العصر الاسلامي الوسيط في العصر العباسي والاموي هذا الموقف محبب الى اصحاب التدين الفطري من ابناء الطبقات الشعبية من يمثل هذا التيار هذا التيار يمثل رجال الدين لان هذه الفئة كانت في العصر الاسلامي الوسيط على سبيل المثال مرموقة قوية التأثير في المجتمع اما الان فقد وجدت نفسها تم تزعزعتها من مكانها يعني على سبيل المثال ممكن ان تنظر الى النظام القانوني القضائي التعليم لا يوجد رجال دين فيه بينما سابقا كان رجال الدين يصلون ويجنون في كل مناحي الحياة لذلك كل ما يهم هذه الفئة اللي هم رجال الدين واتباحهم هو العودة الى ذلك التأثير القديم العصر الاسلامي الوسيط ثانيا موجودين عندنا او ظهروا اصحاب النزعة الاصولية الاصوليين بشكل عام يكرهون وينفرون من علماء الدين التقليدين بل يحملوهم مسؤولية كبيرة جدا عن الاوضاع المتردية للعالم الاسلامي السبب ان الاصوليين اصلا يرفضون حتى التاريخ الاسلامي في العصر الوسيط ويرون انه عملية تدهور مستمر للاسلام لهذا لمن يدعون يدعون الى الرجوع الى دولة الرسول كما كانت موجودة تلك الدولة في عهد الرسول اذا لما كانت الاصولية تعد الناس بتهييرات حاسمة عمدت في احيان كثيرة على تكوين منظمات احزاب تكوين حركات شعبية جدا كبيرة لها تأثير واسع هذا الاتجاه الاصولي الموجود في عالمنا اليوم ايضا يقدر العلم الحديث ولذلك نجد بين صفوف التيار الاصولي عدد كبير من المهندسين والاطباء والضباط والمعلمين وغيرهم وقبل كل شيء الطلاب الموجودين في الجامعات الجامعات الحديثة كثرة منهم يتمون الى التيار الاصولي ثالثا يوجد اصحاب الاتجاه الحداثي هؤلاء يتفقون مع اصحاب الاتجاه الاصولي اللي تحدثنا عننا الان السابق في رفض التاريخ الاسلامي في العصر الوسيط لكنهم يرفضوا ليس لاجل العودة الى احياء الاسلام الاصلي كما كان في دولة الرسول ورجوا عليه بل التحرر من العبء التاريخي الضخم ومحاولة تحقيق مبادئ الاسلام المتعالية على التاريخ اللي كان في العصر الوسيط بمعنى هؤلاء يكافحون اصحاب الاتجاه الحداثي من اجل تفسير الاسلام والمفاهيم الاسلامية تفسير حديث جديد نابع من المعارف المكتسبة الموجودة بعصرنا الحالي هكذا هم يقولون ولذلك هذه المهمة صعبة جدا صعب على العالم العربي ان يتقبل هذه المهمة ولذلك واجههم بكثير من الصخط والنفور من جانب الشعب ورجال الدين والاصوليين نعم هناك بعض السطحيين ينسميهم رجال الدين عفوا ليس رجال الدين بل منها الحداثيين اصحاب تفكيت سطحي من هؤلاء الحداثيين يكتفون بنوع من التنوير ينسميه التنوير الرماسي الاسلامي فيأكدون بنبرة دفعية على ماذا؟ ان الاسلام منذ نشئتين طوي على العقلانية على العلم الحديث على الديمقراطية على الاشتراكية به كل هذه المفاهيم فما نحتاج نذهب إلى العالم الغربي من أجل أن نستورد مننا هذه المفاهيم لا فقط علينا إحياء هذه العناصر الكامنة أين في الدين الاسلامي وبعثها من جديد من أجل أن نثبت وجودها في العالم هكذا هم يقولون أخيراً عندنا أصحاب الاتجاه العلماني كثير من هؤلاء الناس يؤمنون بأن الإنسان بالعالم الحديث الآن الذي يعيش هذا الإنسان يهتدي في كثير من المجالات الحياة بما موجود في العالم بالأطر الدنيوية والعلمانية لذلك يرى هؤلاء العلمانيون أنه لا يوجد أي تناقض بين العلمانية وبين إيمانك الشخصي وبين الدين الإسلامي لذلك هم يفسرون مجال الدين عن مجال العلم بالضبط كما فعلت الكنيسة لكن قبل قرون طويلة لم تنتهي لا الكنيسة ولا الكتاب المقدس ولا الإنجيل ولا السيد المسيح لم تنتهي الإيمان موجود لا زال في العالم الغربي لكن من الطبيعي أن نجد نعم من ضمن هؤلاء العلمانيين من لا يعنيهم الدين في شيء أو حتى يرفضونا وينكرونا نكران تام إذن العلمانيين والحداثيين هؤلاء أسلناتهم يبذلون جهود جدا كبيرة من أجل تقديم أفكارهم وتقديم تصورات تؤدي إلى التماهي مع الجماعات مع المجتمع العالمي تعزيز التعاول مع المجتمع العالمي تنوير يؤمنون بالروح الوطنية للبلد على عكس الاتجاهات السابقة التقليدية والأصولية التي تؤمن بدولة أسلامية لا هؤلاء يؤمنون بالوحدة البطنية يعني لكن مع ذلك المثقفين والسياسين من أصحاب الاتجاهين السابقين أصبحوا اليوم ضحايا يعني خيبة الأمل الكبيرة التي اتمخذت عن ماذا؟ عن التطورات التي حتت بالعالم العربي والإسلامي ولذلك يتهمون باعتبارهم يمثلون النخبة المثقفة الغربية يتهمون بتحمل قدر كبير من مسؤولية الأوضاع المتردية من فشل وتراجع وانتكاس العالم العربي والإسلامي لهذا يميل اليوم عدد كبير من هؤلاء اللي يمثلون النخب إلى مدارات يعني هؤلاء النخب العلمانية يدارون المجتمع بأفكارهم بطروحاتهم يدارون العناصر الإسلامية بشكل متزايد أما كإجراء تكتيكي يغير من التكتيك لكن أفكاره هي هي أو عن اقتناع بضرورة الاقتراب من الجماهير وأنه لا سبيل لتحقيق أي تقدم من موس إلا بالوقوف مع الشعب وليس ضد الشعب يعني بدل أن يصبح قائد الشعب يصبح حال حال الشعب ونعم يدون ما موجود من الناس الإسلامية عدد الشعب عدد الجماهير لربما بسبب أيضا شعورهم بخيبة الأمل الكبيرة اللي أصبحت موجودة في العالم العربي والإسلامي وتخلفنا عن الركب الحضاري الواقع أن المشاركة المتزايدة للنخب الحديثة تمثل العنصر الجديد بالحركات الإسلامية المعاصرة وأيضا تطفي عليها قدر من النشاط وكذلك من الفعالية ولذلك اتخاذ مواقف مؤيدة السياسة السياسة الإسلامية اللي نقول أمر يتفق مع من؟ يتفق مع التصور التقليدي بأن الدين والسياسة في الإسلام ما يفصلان والحقيقة نعم كما تحدثني في حقات سابقة أنه الجماعة الإسلامية أو المسلمين الأوائل اللي هاجروا من مكة إلى المدينة لم تكن جماعة دينية فقط بل عندما ذهبوا إلى المدينة أصبحوا دين ودولة على العكس من المسيحية التي لم تصبح ديانة إلا بعد ثلاث قرون على تأسيسها لكن هنا سؤال يطرح نفسه كيف سيكون شكل الدولة الإسلامية في العصر الحديث؟ يا جماعة إسلامية يا حركات ومنظمات إسلامية بكل جهاتكم التي تحدثنا عنها كيف يكون شكل الدولة الإسلامية؟ نحن نعرف أن المصادر الأولى للدين الإسلامي أصلاً ما تقول أي شيء عن دستور وعن دولة إسلامية ما تعطي كلها خطوط عريضة أو إجابة عن هذا السؤال لكن مع ذلك عندما مع كل هذا عندما تأتي إلى الجماعة الإسلامية وتسألهم لا يوجد لا يوجد فكر إسلامي دستور إسلامي قوانين إسلامي يمكن تصير عليها على سبيل المثال القرآن الكريم ما تجد به إلا طاعة أولي الأمر طاعة الله ورسوله أولي الأمر يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فقط ما تجد به إلا أن المؤمنين يشاورون فيما بعضهم بالقضايا اللي يتمهم وشاورهم في الأمر أو أمرها مشهورة بينهم فقط لا يوجد أكثر من إدهاء إذن المؤسسات الحكومية التي كانت موجودة في أحد الرسول في أثناء حياته مرتبطة بيان بمن؟ مرتبطة أشد الارتباط بالظروف التاريخية اللي كان معاصرها ومعايشها الرسول هل بالإمكان أن تكون دستور لدولة حديثة؟ لا يمكن أن تكون دستور لدولة حديثة حيات كانت بسيطة جداً كل النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والفكرية جداً لذلك الحركات الإسلامية كيف سوف تعطينا جواب على هذا الأمر؟ والحقيقة أنه كما ذكرت لا توجد حركة واحدة بل حركات جداً عديدة مع اختلافهم بكل الآليات اللي ممكن أن تأدي بينا إلى نشوء دولة إسلامية هناك نقطة وحدة عليها جماع من كل الحركات الإسلامية هي أنه الدولة الإسلامية مهمتها هي تطبيق الشريعة الإسلامية نعم الشريعة الإسلامية ذات أهمية عظمى عند الإسلام والمسلمين موجودة بالتعرف التقليدي للمسلم عندما تعرف المسلم هو ذلك الإنسان اللي يتمسك بالشريعة الإسلامية خلاص إذن هذه الشريعة تطبع أن تكون شمولية بمعنى تنظم لك كل حياة الإنسان مثل الأكسجين تدخل فيه كل شيء بحياته بصلاته بصوم بالجنس اللي مارسه بدخوله للمرحاض بكل شيء على الإطلاق حالها حال الأكسجين علاقتها مع رب علاقتها مع المجتمع علاقتها مع الآخرين وهكذا إذن ممكن نلاحظ من جهة أخرى أنه الدولة الحديثة بالعالم الإسلامي الدول الموجودة الآن بالعالم الإسلامي هي الدول المتأثرة بالعالم الغربي بشكل عام من ذهاب الاستعمار لحد الآن تعال إلى القوانين الموجودة بالبلدان سوف تجد معظمها معتمدة على النماذج الغربية ممكن فقط نستثني القوانين الأسرة والميراث يعني نسميها قوانين الأحوال الشخصية هذه مستمدة من الدين الإسلامي وحتى تونس آخرا ضربت حتى الأرث في عرض الحائط على سبيل المثال وجعلت مثلا الأرث مساوي جميعها غالبية الأعظم قوانين غربية هكذا يعتبر الرجوع إلى الشريعة الإسلامية بالطموح الشمولي بحيث الإنسان يعني لا يملك لا حول ولا قوة في هذه الدولة الشمولية مشروع بالغ الأهمية والضخامة جدا عند الجماعات الإسلامية مع كل ذلك هناك تصور عند هذه الجماعات أو قسم منها أن الإسلام ليس النظام جامد كما الماركسية أو الشيوعية في حد التحاد السوفيتي وغيرها كيف كيف الإسلام الإسلام غير جامد يقولون بما معناه أنه صحيح أن الله وحده هو المشرع وأنه التعاليم مشرعية الموجودة بالقرآن الكريم هي تعاليم ثابت أبدية مو من حق أي شيء خاصة أن يغير هذه التعاليم لكن مع ذلك هؤلاء المسلمين عندهم آلية سرعان ما وجدوا أنفسهم مضطرين بحكم ضرورة للتوسع في هذه التعاليم كيف بأن اللي قاموا بي اقتداء بالسلوك الأمثل للنبي من خلال الإجماع من خلال اللجوء إلى حالات مثل القياس حدث ما موجود الآن انقيسه على حدث سابق وهكذا إذن بحالة هؤلاء المسلمين أحسوا بحاجة شديدة إلى الاستهاد ظهروا الفقهاء والمجتهدين وغيرها في تفسير التعاليم اللي إيجابيها القرآن الكريم وأصبح الطريق سهل عن طريق الإجماع والقياس وغيرها طيب تعال على سبيل المثال على آية قرآنية تقول لك على سبيل المثال قط يد السارق الآية تقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب آية قرآنية صريحة وواضحة السارق تقطع يده ما عرف منها 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 هاي لا تحتمل قياس ولا تحتمل إجماع ولا كذا لكن مع ذلك انت بزي علماء الشريعة حددوا مجموعة من الشروط اللي تجعل تنفيذ هذا العقوبة القاسية أمر ممكن كيف علماء الشريعة رجال الدين يرجعون بمن إلى قول الخليفة عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب اللي هو رمز للمتجسد العدالة الإسلامية عند المسلمين غالبين المسلمين عمر بن الخطاب رفض قال أنه ما تقطع يد في مجاعة هذه لا تقطع يد في مجاعة تم استخلاص قاعدة من هذه العبارة لا تقطع يد في مجاعة وأصبحت على إعفاء المحتاج من تلك العقوبة ما يقطع يد السارق إذا كان محتاج هذا مثل واحد مثل واحد ممكن أن يرقضوا على كثير من الأمور في الشريعة وعلى قدرة فائقة بكيف أن النصوص ممكن أن تجد إلى حل إذن مقاصد الشرع والمسطعة العامة جعلت أنه هناك معير آخر لتفسير النصوص أيضا وضعتك مبادئ قيمة مثل مبادئ تغيير الشريعة الإسلامية بتغيير الأصول والأزمان توجد هكذا مبدأ الزمن غير زمن بما يعني أنه الشريعة وضعت وين أين وضعت في تاريخ أصبحت شريعة لها تاريخ معين إذن أصبح بالإمكان التوصل إلى تشريعات جديدة وخلاقة شديدة تنوى أصبح أمر ممكن وضروري هذا هو كلام أنه الدين الإسلامي ليس دين جامد وبنفس الوقت سوف تنشأ مشكلة أخرى طيب المشكلة اللي سوف تواجهنا الآن من هم أولئك الذين يملكون كفاءة وصلاحية لإصدار مثل تلك التشريعات الخلاقة يقيسون على الشيء المشابه أو إجماع أو كذا الجواب أن الذين يقومون بهذه الأمور هم علماء الشريعة بمعنى رجال الدين نحن نقول علماء الشريعة نحن نعرف أن الدين الإسلامي لا يعرف شي كهانة كما موجودة بالديانة المسيحية بأن البابا أو رجل الدين هو يمثل المسيح لا هذا شيء ما موجود بديانة الإسلامية لكن بالديانة الإسلامية العلماء اللي يملكون العلم المطلوب من أجل أن يفسرون ما موجود بالشريعة وكما قلنا صحيح أنه رجال الدين فقدوا مكانتهم الموقع الموجودة اللي حضروا بها بالعصر الوسيط كانوا في بعض الأحيان يتم تجديدهم سواء في العصر الوسيط والحد اليوم يتم تجديدهم من قبل الدولة من أجل أهداف سياسية أو بعض الأحيان يثورونهم على الدولة ويدخلون بالأمور السياسية لكن مع ذلك عندما تأتي بالعصر الحديث لا أقل مما السابق بشكل عام هؤلاء رجال الدين يتم استقرالهم سواء بإرادتهم أو رغما عنهم إذن بالعصر الحديث أدت علمنة الحياة إلى انكماش تأثيرهم لا يوجد لرجال الدين تأثير إلا في المساجد والأتباع أما قوانين البلد أغلبها علمانية مع ذلك لا زال رجال الدين في نظر الجماهير الشعبية الكبيرة جدا التي تستمدها ويتهم الإسلام يتمدعون بقدر كبير من الإحترام والتقدير والتأثير الذي يستغل حتى لأغراض سياسية ولذلك عندما تلاحظ يعني حركات الإرهابية وغيرها التي ملأت العالم الإسلام كلها تأثير رجل الدين الشاب ممكن أن يضحي بنفسه ويقتل نفسه بتوجيه من رجل الدين وغيرها لهم تأثير جدا كبير نعم هناك دول دولة إسلامية الآن عفوا دولتين إسلامية موجودات ملتزمات بشريعة الإسلامية أمر نسبي مونسبي والله ما أعرف يعني هم هم يعني طبقوني الشريعة الإسلامية بإيران وأفغانستان باكستان حتست بيها رغم أن باكستان دولة يعني تعتمد نظام دموقراطي لكن بيها السودان في فترة من الفترات مصر السنة من السنين العراق الدموقراطي اللي من تحت الطاولة إسلاموي بحلقة اليوم لربما نكتفي فقط بإيران بالحلقة القادمة لربما نتحدث عن باكستان وأفغانستان وغيرها نأتي على إيران على اعتبار دولة هذا الحديث تحدثنا به من بداية الحلقة الحد الآن إيران تيت طبق أو طبقت الشريعة الإسلامية اللي نرى كيف تم تطبيق الشريعة الإسلامية وهل هي متوائمة ما هو الفكر الإسلامي هذه الدولة الإسلامية اللي هي إيران قامت على أساس الاحترام والتبجير والتقدير لرجال الدين اللي يحظون باحترام جدا كبير بالعالم الإسلامي نعم ممكن أن نفسر الدولة الإسلامية بإيران على هوية إيران الخاصة كيف المذهب الشيعي هو السادي بإيران الغالبية العظمى هذا يتيح لرجال الدين وضع أفضل بكثير من مضع زملائهم السنة في البلاد السنية رجل الدين الشيعي إلى تقدير وهيبة وتقديس جدا كبير غير موجود عندما نقيسه إلى حد ما مع الجال الدين بالعالم السني ولذلك السلطة اللي يعد الشيعة من يمثلها عندما تأتي إلى السلطة اليوم يمثلها الإمام المعصوم من عهد على ابن طالب الحد اليوم على ابن طالب الحسن الحسين علي السجاد محمد الباقر جعفر الصادق موسى الكاظم علي الرضا محمد الجواد علي الهادي الحسن العسكري ثم المهدي الإمام المعصوم الآن هو المهدي المنتظر هذا الإمام المهدي المنتظر هو غايب الإمام المعصوم بشكل عام هو اللي يعرف كل مقاليد اللي يعرف كل الأسرار الشريعة يعرف يعني معصوم ويفقه في كل أمور الدنيا والآخرة جميع مقاليد الحكم موجودة عنده وكما ذكرت بأنه الإمام الآن عنده الشيعة هو الإمام الثاني عشر وهذا الإمام الثاني عشر اختفى سنة مئتين وستين هجري هذا الكلام في ثقافة ونظر المذهب الشيعي ولن يظهر مرة أخرى إلا بعد نهاية الزمان أو كذا عندما يملأ الأرض قصة وعدلها بعد أن تملأ ظلما وجوره هذا هو الاعتقال الشيعي طيب ما الذي يفعله الشيعة من الغيبة لحد الظهور أمرين لا يمكن أن توجد دولة شرعية أبدا لأنه يجب أن الدولة الشرعية يقودها إمام معصوم ثانيا على الأتباع أتباع المذهب الشيعي أن يسترشدون بسلوكهم معاملاتهم الشرعية برجال دين ينوبون عن هذا الإمام الغايب المعصوم بل على كل مؤمن أن يتبع رجل ديني قلده وهو حي هذا رجل الدين كما موجود الآن عند الشيعة تقليد تقليد مراجعة الدين إذن بذلك استطاع الرجال دين الشيعة أن يحتلوا مكانه مرموقة ويمرسون تأثير غير عادي استطاعوا أيضا أن يحفظون على مكانة جدا كبيرة يحفظون أيضا باحترام جدا كبير بسبب ماذا؟ بسبب نجاحهم في الاستقلال عن الدولة القائمة اعتبروا هذه الدولة غير شرعية مهما كانت الدولة اللي يعيشون بها في إيران في العراق في أي مكان في العالم دولة التي لا يحكمها معصومة أو نائب المعصوم هذه دولة غير شرعية السبب الثاني طبعا عزلوا أتباعهم عن الدولة كما كان موجود في العراق فالغالبين العظمى من الشيعة ما تؤمن لا بنظام ملكي ولا حكم جمهوري ولا كذا يؤمنوا بالمرجع والحد اليوم المرجع يقول انتخبوا انتخبوا قال لا تنتخبوا ما ينتخبون هكذا هي تقليلا وأيضا هذا السبب الثاني السبب الثاني هو عده مكان يوم هادية تحصيل ضرائب اللي يسمىه الخمس من الأتباع وهذه تأتي يعني ثروة جدا كبيرة تحت شرعهم في مرقابتهم إذن انعزلوا عن الدولة داخل الدولة وعدهم أموال ممكن يتحكمون بها هذا شيء هو أشبه بما كانت تحكم بالكنيسة في العصور الوسطة في أوروبا كنيسة مستقلة عن الدولة بل أن الملوك يخافون من الكنيسة أحيانا تصدر أمر طرد ملك تدخل في الأمور السياسية فكذلك بس من سميها يعني كونسية أو كهونينوتية أو كذا نسميها مؤسسة مستقلة دينية تحافظ على استقلالها في ضد مواجهة الدولة إذن زاد اختراب الجواهير الشيعية عن الدولة أم لم يزد نعم زاد اختراب الجواهير الشيعية عن هذه الدولة راحت العطسة وأخذوا صور عنيفة بحيث بدأوا هما اللي يواجهون الدولة هذه المؤسسة الدينية الشيعية بدت لك تقود حركات شعبية هنا وهناك ضد الدولة اللي يعتبروها فازدة أو كافرة أو غيرها مثلا في إيران مكا رئيس الدولة الشاه اللي كان يعتبروه عدو الله أو عدود الدين ويصدف أنه في إيران تخرج شخصية المعية شخصية ذات تأثير مقنع اللي هو الخميني اللي نجح نجاح مذهل في محارفة للشاه استطاع الخميني أن يصبغ التصور الشيعي عن مهمة رجال الدين بصبغة جديدة كيف نحن قلنا أنه لا توجد دولة في عهد المعصوم لا يوجد معصوم إذن لا توجد دولة مهمة رجال الدين هي تسئلة عن الطهارات الصلاة الصعوم الخمز الحاج الزكاية يجاوبك عنها لا أصبحت مهمة رجال الدين ما تختصر على التعليمات الشرعية بل امتدت يتولي شؤون الحكم وهذا شي جدا غريب عن المذهب الشيعي هذا نسف للمبادئ الشيعية القديمة ذاوية أنه لا يحكم الدولة إلا معصوم لا أصبح رجال الدين يحكم هنا بالمهدي نعم عبر دستور جمهورية الإسلامية بإيران عن هذا التصور الجديد تعبير واضح بالضبط بالمدى الخامسة اللي تقول في زمن غيبة الإمام المعصوم يعهد بسلطة الحكم في جمهورية إيران الإسلامية لواحد من علماء الشرع يتصف بالعديل والشجاعة وتقوى الله والبصيرة والحكمة هكذا أصبح الأمر سوف يكون رجل الدين وصل إلى أعلى مراتب السلطة تولى الرئاسة وأفع عليها شرعية كانت تفتقدها ألف عام إذن في كل الأحوال تركيب هذه الدولة يعتمد اعتماداً على ماذا؟ على المذهب الشيعي هذه الدولة الأتباع للمرجع أصبحت الدولة أتباعي قل دون مرجع لهذه الدرجة لكن أيضاً هناك شعب هناك من غير المذهب الشيعي وإن كانوا وقلية من غير الدين الإسلامي هناك ناس شيوعيين وعلمانيين وكذا إذن يوجد شيء اسمه شعب في مقابل الشيعة الغالبية وممثلها الخميني يوجد الشعب هذا الشعب يجب أن نعترف بهذا الزعيم الديني حتى ولو كان اعتراف يعني غير رسمي كيف عن طريق انتخاب مجلس خبراء كل ثمانة سنين كل محافظة تنتخب لها رجل دين ويبقى هذا المجلس ثمانة سنين هذا من حق يقيل حتى أو خامنة إلى الآن بس شكليا لكن في حالة وفاة موت خامنة مثلا ممكن أن ينتخبون أعتقد واحد منهم أو غيرهم أن يكون هو الزعيم مجلس الخبراء إذن الشعب رح يختار رجال الدين ورجال الدين هم اللي يختارون الزعيم والشعب هنا يرجع صوت الشعب هنا وصوت الله هكذا هم يقولون نعم الدستور الإيراني في المادة الستخمسين ماذا يقول يأكد على مبدأ السيادة الشعبية بحيث أنه الشعب أيضا يشارك في انتخاب البرلمان وينتخب أيضا رئيس الجمهورية انتخاب مباشر البرلمان يملك حق في إصدار التشريعات وهنا أيضا رح نسأل السؤال طيب المعتقد الإسلامي أنه الله وحده هو اللي يقرر ونائب المعصوم أو اللي نقول ولي الفقهة وغيرها كيف تحل هذه المشكلة المشكلة تنحل أنه البرلمان إذا شرع قوانين أمو إذا البرلمان كلما يشرع قوانين تعرض على من على مجلس الخبراء مجلس الخبراء المكون من رجال دين يفحصوا لك هذه القوانين اللي أصدروها مجلس النواب ويقررون هذه المطابقة لشرعوا مخالفة الحد لأن في العراق الديمقراطي الأحزاب الدينية يطالب بنفس الشيء مع لأن نحن بلد ديمقراطي شكليا يطالبون بوضع رجال الدين لهم سلطة على البرلمان المنتخب شعبيا بكل الأحوال تلاحظ أنه تركيب الجمهورية الإسلامية لا يخلوا من المشكلات ماذا يحدث مثلا إذا أغلبية أعضاء مجلس البرلمان بالبرلمان الإيراني أعطوا آراء علماء الدين رجال الدين من يقبلون عليها ماذا لو اختلفت آراء الأغلبية عن رجال الدين بل أنه مشكلة أعقد من ذلك هي أنه ولي الفقيه الزعيم الديني يتدخل مباشرة بكل المسؤوليات السياسية فيجب عليها بحكم الدستور أن هو يقر رئيس الدولة بعد انتخابه مو كافي أنه الشعب ينتخبه لا أصلا هو الشعب ما ينتخبه ولا ينتخب البرلمان إلا هناك مجلس سيارة الدستور يقرر لمن يحق له أن يرشح نفسه للبرلمان أو لرئيس الجمهورية وممكن أن يعفيه من منصبه إذا اقتضى تضروره أيضا بالنسبة الوقت يمكن أن ممكن الولي الفقه يشغل كل المناصب يعني إلى سطوة شريعية وعسكرية بل أنه يتولى وظيفة القائد الأعلى القوات المسلحة بالجيش يعني افهم أنه رئيس الجمهورية المتخب من قبل الشعب ما يستطيع أن يلبس ربطة عنق وتتخيل فقط بس فقط أقول لك هذا شيء ما يستطيع أن يلبس ربطة عنق نعم حظيت باعتراضات هذه هاي التركيبة الدينية بيأكملها الموجودة بيران أقوى الاعتراضات أتت من رجل الدين الشيعي اللبناني محمد الجواد مغنية هذا يعتقد أنه صلاحية رجل الدين على العكس من صلاحية الإمام المعصوم تقتصر فقط على الأمور الشرعية صوم صلاح زكا خموس وغيرها من هذه الأمور ولذلك لا يحق لأي إنسان أن يكون عنده سلطان على أي إنسان آخر فيما يجاوز هذه الأمور لا يحق لرجل الدين أن يصلط على آخرين بمعنى أن الرجل الدين مثل الطبيب الطبيب ينصحك لله يقول لك الخمر يؤذي كابدك ما يلقي عليك القبض هو مضابط هذه مهمة رجل الدين الوعظ لأن الدين سوف يصبح مكروه الناس راح تكفر بالله وتكفر برجل الدين وهذا الاحترام والهيبة اللي تحدثت عنها سوف تختفي الناس تحب الليل ما تحب ضابط ضابط رجل الدين يصبح ضابط ويزجه بالسجن إذا شرب خمر وإذا نزعت حجابها وإذا لبس ثباط وإذا معرف تسوي هاي مو مهمتك مو مهمتك التمهمتك نصح فقط تنصح الإنسان تقول السجائر مضرة بالصحة وليس تلقي العقبض عليها مثلا هو حر ما يريد اسمع كلامك ليدخن إلى جهنم هو جسم هو حربي على سبيل المثال ولذلك محمد الجواد مغنية يعني يقول أنه المسلمين هم يتخذون قراراتهم بنفسهم يعني برلماني انتخ بعين كانت في إطار الشرع لكن شخص يصلت على البرلمان وعى الجيش وعى القضاء وهذا أمر مرفوض أيضا من ضمن المؤترضين شريعة مداري أرى عنده معارضة مشابهة للزعيم أو الكاتب اللبناني المشهور محمد الجواد مغنية شريعة مداري عندما بدأ الاستفتاء سنة 1979 أو 1980 على الجمهورية الإسلامية شريعة مداري هو أستاذ الخميني يعني كان يدرسه فترة من الفترات بالست 64 65 عندما أراد الشاه عدام الخميني بدستور 1907 يقول أنه بما معناه ما يجوز عدام آية الله العظمى الخميني بقتها كان آية الله شريعة مداري رأسا هو اجتمع بجموعها 5-6 رجال دين ورفعوا الخميني إلى مرتبة آية الله العظمى إذن أصبح فوق الدستور الشاه ما قدر يعدمه فرجع المن رجع إلى يعني طرد إلى تركيا ومن تركيا العراق هذا شريعة مداري إذن شريعة مداري أنقذ حياة الخميني نرجع للموضوعنا بالتسعة وسبعين أو بالثمانين عندما أرادوا يقومون استفتاء من الجمهورية الإسلامية الخميني قال أنه يجب أن تكون الورقة كالتالي للإستفتاء هل ترغب الجمهورية الإسلامية نعم لا شريعة مداري قال لا هذا كلام خاطئ يجب أن يكون الأمر كالتالي في أي نظام ترغب إسلامي علماني اشتراكي كذا نخلي أربعة خمسة حسب الأنظمة الموجودة بالعالم والإنسان يختار يكمل شريعة مداري يقول للي أنه أنت عندما تضع عدة اختيارات في أي نظام ترغب كل شيخ سوف يختار النظام اللي عجبة علماني اشتراكي إسلامي وهكذا وراح ينجح الأكثرية لكن عندما تضع هل ترغب بدولة إسلامية نعم أو لا الكل سوف ويشعرون بأن إذا كتم ولا سيخرجون عن تعاليم الإسلام طبعا الخميني مقبل بهالشي وبالأخير بدت مضايقات على شريعة مداري وحتى من مات يعني أعتقد حتى ما قبل يدفنوا بمرقد يعني يقيمون يصلون عليه صلاة الجنازة وكذا لهم مضايقات جدا كبيرة إليه بكل الأحوال إذا تركنا المبررات الدينية أو حتى المخبوطة بالسياسة اللي تحدث عنها جوان مغنية وليتحدث عنها شريعة مداري نستطيع أن نقول أنه الخوف انخراط رجال الدين سوف يؤدي إلى الخوف الجماهير منهم الرجال الدين عندما يدخل بالسياسة سوف يفقد هيبته لأن الناس لا تحب أن يتخاف منه وبالفعل يعني ممكن أن نتلاحظ أنه رجال الدين في إيران أو في العراق أو في أي مكان هؤلاء اللي وصلوا إلى أعلى السلطة لن يبقى لهم ذلك الاحترام اللي كان موجود قبل ما هم بالسلطة وممكن أن نتلاحظ الأوضاع بإيران هال الحرية من يستطيع أن يعبر عن آراءه وبالخارج كما تلاحظ يعني حدقة العراق والسورية ولبنان والعالم بيأكمل الحد أوكراني وغيرها على العموم توجد حلقة ثانية شكرا لكم